موسيقى وبلس حيب نف وبيض شعر جديد الفكر جادبها أسجد تحيا يا أبو خالج جدا تنزف مشاعر صادقة من قلبة نكتبها الشعر باسمك على كل شيء ما خلف رتبك مع المركز الأول المركز الثاني شاهين يتواجد مضفر بن حمد بالعضيلي مع المركز الثاني المركز الثالث أو مضفر بن محمد بالعضيلي مع المركز الثاني المركز الثالث وصل في هذه اللحظات زيدان يا زيدان علي بن محمد بن علي الاكتبي يقدم لنا زيدان زيزو في هذه المعركة في هذا الصراع الله 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 ولكن المركز الأول المقدم مشاهدين كرام مع شاهين الله يمضفر يا بن محمد يا بالعضيلي مع المركز الأول يقدم شاهين شاهين يبحث عن اللقب شاهين ينتزع الكاز الله 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 شاهين يحصد الذهب وينتزع الرنج روفر الله اليوم ما في حظوفر ما فيه الهل رنج روفر تهانينا تهانينا لمضفر بن محمد بالعضيلي على فوس شاهين في المركز الأول اذا هنا هنا على المركز الرابع وصول ايضا عاشق لصايل ودكتور لصايل محمد بن علي بن سلطان بن رشيد هذه الرباعية وخط النهاية وخط النهاية ينتظر الانطلاق ينتظر المسار ينتظر هذه اللحظة الجميلة والمباركة هذه الإثارة فيه العودة إلى المركز الأول العودة إلى الشاهينية الشاهينية أحمد بن محمد بن غنم الهاملي سلامي عليك يلهم هنا في المركز الثاني سيب بن بطي السبوسي مع الضبي مع الضبي يا سلام يا سلام الضبي الاسم كبير والشاهينية هناك أقوى وأعتها هنا على المركز الثاني أيضا الشاهينية محمد بن علي بن سلطان برشيد وصلنا إلى خط النهاية وصلنا للاحظات الأخيرة وصلنا إلى المسار الأخير من يحمل الفوز من ينتصر الشاهينية الشاهنية أم الضبي أم الضبي على المركز الثاني ولكن الشاهنية أحمد بن محمد بن غناب الهاملي سلام النهاية سلام ما شاء الله المركز الثاني هذا الشوط ما تميز مع هذا المهرجان الأول المركز الثاني أيضا الضغوط من الشاهنية للسيد عبدالله بن عبيد بن عيد المنصوري لكن حشمة حشمة لازالت مسيطرة على مغدمة هذا الشوط يا سلام يا حشمة والشاهنية تلاحق حشمة على مغدمة هذا الشوط واتجاهنا اتجاه سليم واتجاه صحيح إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية وأيضا غدوم من انتصار انتصار مع سفير الأصالة حمدان بن راشد بن حمد بن زفنة العفاري لكن حشمة حشمة ما طاعت لا زالت متمسكة بمغدمة هذا الشوط متمسكة بالسويت متمسكة بالسيارة وأرى انتصار وحشمة حشمة 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 وانتصار حشمة تفنينة للسيد بطي بن سيف السبوسي على فوز حشمة بالمركز الأول لمح البصر تعود ملكيتا لعامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي ولكن شعار الدكتور الله الله يابو محمد شاهين شاهين غير النتيجة انطلق إلى مقدمة الشوط انطلق إلى النموس انطلق إلى السيارة انطلق إلى الزعفران بهذا الشعار المتميز شعار محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي يا سلام يا ابو محمد يا سلام يا ابو محمد ما شاء الله تبارك الله يا الدكتور دكتور دائما في عالم سباقات الهجن مميز في كل ميدان وفي كل زمان البصمة واضحة في كل ميدان تهانين المحمد من علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي على هذا الفوز وعلى هذا الانفراد الكبير بالسيارة والناموس أيضا لشاهين تهانين هذه لحظات الوصول الأعزاء متابعين الكرام الغزيل إبراهيم بن حمود التبعي على صدارة شعود على الانطلاق والمسار الخمسمائة متر النهائية الأخيرة سرابة على ثاني المراكز هناك يتواجد سل بن محمد بن عوضان العامري المركز الثالث المركز الثالث في هذه اللحظات بدأت الأسماء هناك آر الفائزة مسعود بن طحنون الهائري ولكن الاسم القادم من تحمل لنا الرقم ثنين وستين هناك أعودي لصدارة أعودي لصدارة إلى المقدمة وصل بن معيوف وصل هناك بن معيوف حمد بن معيوف بن كدش العامري يقدم لنا هذا الاسم هذا هو شعار الكاس شراع الكاس راع الكاس ولكن هناك أيضا وصلت في هذه اللحظات راشد بن حمد بضعيب بن غدير الاجتبي وصلت الشاهنية الشاهنية ولكن هنا هنا الصدارة هنا الانطلاق مع بن معيوف ومع بن غدير هناك الانطلاق الصدارة وين السيارة وين اذا تهانينا والناموس تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل مع الخمسمائة متر الاخيرة وشاهد المقدمة وشاهد المقدمة هنا الشهنية سالم بن محمد بن كردوس العامري ينطلق مع المقدمة وثاني المراكز هنا المتابعة من الشهنية على الانطلاق يوسولوم تحمل الرقم 41 هنا غير مدونة غير مدونة على مقدمة الشوت يا سلام المركز الثاني الشهنية سالم بن محمد بن كردوس العامري ينطلق مع ثاني المراكز ولكن المقدمة هي من تحمل الرقم 41 بشعارها الجميل انطلقت الى الناموس انطلقت الى السيارة السيارة بالانتظار لمالك هذه البكرة لمالك هذا الشعار الانطلاق يسولوم تهانينا والناموس على هذا الفوز لهذا الشعار وهذه البكرة التي تحمل الرقم 41 تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل المركز الثاني لكن الشقب الشقب على الصدارة الشقب على المقدمة سعيد بن سالم بن مسعود المري من يتزع صدارة هذا الشوت مع الاندفاع مع التحدي مع الاثار الجميلة وها هو الشقب وها هو الشقب يسير ايضا بناموسي هذا الشوت من دفع الف الامتار الاخيرة يا سلام سلام تهانينا لسعيد بن سالم بن مسعود المري على فوز الشقب بالمركز الاول ولحظات وصوله واغترابه الى خط النهاية والمنصة الرئيسية بدون اي منافس بدون اي منازع يغترب الى خط النهاية الشقب وبدون اي منافس تهانينا لسعيد بن سالم بن مسعود المري على فوز الشقب بالمركز الاول وبفارق ممتاز بفارق ممتاز رخص في الامتار الاخيرة تهانينا لسعيد بن سالم بن مسعود على فوز الشقب بالمركز الاول الهواء مباشرة ولكن الشاهينية تذهب مع المركز الاول ايضا الاسم القادم من تحمل رقم خمسة وخمسين في هذه اللحظات اللي وصلت مع المركز الثاني ولكن الشاهينية محمد بن علي بن سلطان بن رشيد بينما المركز الثاني من زالت مازالت مجهولة حتى هذه اللحظة من تتواجد مع المركز الثاني ولكن الامور الامور في خطر ما بين الشاهينية وما بين من تحمل رقم خمسة وخمسين لما تعرف عليها حتى هذه اللحظة ولكن الدكتور 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 دكتور الاصالة دكتور الاصالة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد اقتحم التاريخ في هذا العام اقتحم التاريخ وعاد لانجاده التي لا تنسى هنيا لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد على فوز الشانية في المركز رول الشامسي وعلى شعار الفيلسوف شعار احمد بن مطار بن مايد الخيلي على ظهر الشجاع على ظهر الشجاع يغير وينتغل الى المركز الثاني في هذه اللعظات والمعاركة شديدة المعاركة قوية على مقدمة هذا الشوط ولا زال الضبي مسيطر على مقدمة هذا الشوط للسيد احمد بن صالح رأى الطير العمر والشجاع شجاع يغير وينتغل الى مقدمة هذا الشوط للسيد احمد بن مطار بن مايد الخيلي بدأ ينفرد بمقدمة هذا الشوط واتجاهنا اتجاه سليم الى المنصة الرئيسية والى خط النهاية والى الفوز والنموس يا سلام يا سلام الشجاع ينتزع السيارة ينتزع الفوز بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار تهانينا للسيد احمد بن مطار بن مايد الخيلي على فوز الشجاع بالمركز الاول شاهين سالم بن علي الغيلاني الغيلاني قادم روح يا ابو تركي روح يا ابو تركي مع الضبيا ولكن غصاب 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 وهنا مياسة 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 غيرت الامور سيف الراشد بن حمد بزفنة العفاري العفاري غير غير مع مياسة غير دكتور الله 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 سفير الاصالة سفير الاصالة اندفع مع مياسة وانطلق مع مياسة مياسة على صدارة مياسة على المركز الاول الله 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 يا مياسة روح يا العفاري روح 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 هناك روح يا بزفنة مع المركز الاول والانطلاق الاول إذن هنا هنا السيارة هنا الانطلاق مع مياسة سيف الراشد بن حمد بن زفنة العفاري ولكن إذن تعبر مياسة مجاهدين العزاء متابعين الكرام والدخول على المركز الثاني ولكن تهانينا لسيف الراشد بن حمد بن زفنة العفاري والتهنية للدعم الرسمي لهذا الشعار راشد بن حمد بن زفنة العفاري سفير الأصالة تهانينا ونموت المركز الثاني جعار عتيك بن محمد بن زيتون المهيري قادم بكل قوة ليقدم شاهين ليقتحم هذا المجال ليقتحم المركز الأول الله يا شاهين الله 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 بينما المركز الثالث من يحمل الرقم 47 هو ما زال مجهول حتى هذه اللحظة ولكن الأمور في خطر ما بين الخليجي وما بين شاهين ومن يحمل الرقم 47 ولكن شاهين وعتيك بن محمد بن زيتون المهيري مع المركز الأول مع الصراع مع المنافسة مع الناموس مع السيارة الخليجي مع المركز الثاني غير الخليجي نافس الخليجي سيطر الخليجي احتل المركز الأول علي بن عبدالله بن حويل قلب الأمور قلب الأمور حول الأمور بن حويل الله 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 الخليجي في أكبر تجمع خليجي تهانين العلي بن عبد الله بن حويل على الفوس في المركز الأول المركز الثاني شاهدنا ملك عتيق بن محمد بن زيتون المهيري المركز الثالث بن محمد العامري أعود إلى مقدمة الشوت الأمتار الأخيرة المنصة الرئيسية تقترب واللاند كروزر يقترب في هذه اللحظات أعود إلى مقدمة الشوت ما زالت في الصراح ما زالت في المنافسة مشاهدين الكرام شعار مسلم بن علي بن سيدي سعيد السعدي والشعار أيضا بن حيان مع المركز الثاني من تحمل رقم 59 هي الوحيدة الغير مدونة ولكن أعتقد بأنه شعار بن حيان بينما المركز الثاني شعار مسلم بن علي بن سعيد السعدي مع المركز الثاني الله 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 الأمور في خطر الأمور في خطر ولكن من تحمل الرقم 59 هي من تسيطر هي من تسيطر على المركز الاول مشاهدين الكرام تهانين لمالك هذا الشعار من تحمل رقم تسعة وخمسين وهني مالك مشاهدين الكرام سالم بن حمد بن انهيان على هذا الفوز ابتفي بهذا القدر وعود بسم الله تبارك الله انطلق ايضا مشوش انطلق مشوش شوش على الفوز شوش على الناموس الناموس ماشاء الله الخمسمائة متر النهاية الاخيرة والخطيرة والقادم هناك سراب سعيد بن حمود الوهيبي والقادم ايضا على الثالث شاهين عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري اول لدى اول لدى لشاهين على المركز الثالث ولكن اعود مع امشوش اعود مع امشوش امشوش على صدارة على المركز الاول محمد بن علي بالسعود الاجتماعي على صدارة شوط المركز الثاني سراب سعيد بن حمود الوهيبي يتواجد على ثاني المراكز هناك المركز الثالث ولكن أكتفي وأعودي إلى مقدمة شوط أعودي إلى مقدمة شوط الصدارة مع مشوش الانطلاق مع مشوش إذن يعلن بأنه بطل هذا شوط السيارة في هذا الشوط تسجل باسم مشوش محمد بن علي بالسعودي المركز الثاني سعيد بن حمود الوهيبي شوط المسك شوط الختام هنا القادم وهنا المتحدي بكل قوة يتواجد وهناك بهجة صقر بن حمود الوهيبي الشاهنية تتواجد مبارك بن محمد بن قطامي المري وهناك شاهنية محمد بن علي بن سلطان بن رشيد روح يا بن رشيد بدأنا في الانطلاق في جولة الوامر النهاية وصل هناك حمد بن مطر بن عمير الشامسي مع الشاهنية والقادمة هنا من تحمل الرقم 52 محبة سالم بن الدهيمي العامري ولكن راح دكتور الأصائل دكتور الأصائل ينطلق في هذه اللحظات ينطلق مع هذا الشوط شاهيني الشوط شاهيني الختام الختام مصر الختام مصر الشاهنية الشاهنية محمد بن علي بن سلطان بن رشيد وهنا الشاهنية ايضا بن قطامي العامري parliamentary يتواجد ولكن تهانيني والنموس تهانيني والنموس لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز الجميل الذي قدمت الشاهنية في هذه الانطلاقة المميزة المركز الثاني شايني حمد بن مطر بن عمير الشامس المركز الثالث